اهلا وسهلا فيكم من جديد وصلنا هلأ للفقرة الصحية وضيفنا رح يكون الدكتور أحمد لمهدات أخصائي طب وجراحة وزراعة الأسنان ورح نحكي اليوم عن الطريقة المثلى للتعويض عن الأسنان المفقودة وأيضا طريقة المحافظة عليها صباح الخير دكتور صباح النور أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك شكرا لقناة رؤية الجميلة الرائعة أهلا وسهلا فيك نحن كمان نتشرف بوجودك دكتور بدنا نحكي في البداية دكتور شو أهمية زراعة الأسنان زراعة الأسنان هي إنجاز علمي وجراحي منذ ثلاثة عقود وتطورت بشكل أكثر وهي في تطور مستمر الحقيقة أهميتها تأتي من عدة محاور بالمحاور الأول أنها تحافظ على عظم الفك يعني بعد ما يصير خلع للسن أو فقدان للسن الجذور عندما تخرج من عظم الفك يكون هناك ضمور فعندما نضع جذر صناعي مكان هذا الجذر الطبيعي الذي فقد فإن العظم يبقى متماسك حوالى الجذر الصناعي المصنوع عادة من التيتانيوم مدى التيتانيوم مقبول جدا للعظم ويلتسق فيها عظم الفك ويتكلس بشكل ويصبح ثابت وقوي بعد أربع شهور من عملية الزراعة عادة الأهمية الأخرى بعد الحفاظ على عظم الفك هي الحفاظ على الأسنان المجاورة في الحقيقة حتى لا يكون هناك نحت للأسنان المجاورة للسن المفقود نحفظها من أن يكون هناك تسوس أو التهاب أو رائحة أو كذا فتبقى كما هي ولا نتدخل بها في عملية التعويق نحن معنا طبعا دكتور صور عن زراعة الأسنان هنا نعم نعم نشوفهم هلأ على هنا هذه مثلا الزرعة في عظم الفك هذه الزرعة الآن في عظم الفك ثابتة تلاحظ أن العظم الفك ثابت في مكانه كما هو الجذر الطبيعي للسن كما هو الجذر الطبيعي فيبقى محافظة على الوجه كاملا بعد عملية الزراعة يبقى العظم الفك ثابت كما هو لا يكون هناك تغيير كما نلاحظ عند المتقدمين في السن أن هناك ضمور وعملية تجاعد تجاعد الوجه هذا ناتج عن تآكل العظم وضمور العظم فالأهمية الثانية أننا كما أسلفت أنه لا نعتدي على الأسنان المجاورة تبقى كما هي الآن الشيء الثالث هو أن عملية الزراعة تعطي يعني بدرجة كبيرة جدا عملية نظافة للثة و لا يكون هناك التساق بقايا الطعام بين الأسنان خصوصا الأسنان الثابتة و قارننا بين الأسنان الثابتة الجسور والزراعة الزراعة تكون لوحدها أو إذا كانت متصلة مع زرعة أخرى فلا يلتسق هناك طعام كما يلتسق في الجسور الثابتة أو الجسور المتحركة إذا عملية للنظافة للحفاظ على العظم و للحفاظ على الأسنان المجاورة أهميتها بشكل عام أنها علاج متطور و فعال للتعويض الأسنان طيب دكتور زي ما شايفين نحن بالصورة هاي لو كان سن طبيعي ما في مشكلة والسن اللي جنبه هو اللي بده زراعة ما بيأثر على بعض؟ ما بيأثر يعني بالزراعة؟ لا لا ما بيأثر يعني هذا السن مثلا هنا في هذه الصورة سن سليم والجنبه سن متأذي خلينا نقول آآ هو هذا يعني يعوض وكأنه سن أصبح جديد بجذر جديد ولكن صناعي وما بيأثر على السن اللي جنبه؟ لا أبدا لا يؤثر أبدا ما في أي تأثر؟ لا يؤثر لا على العظم ولا على السن ولا على أي شيء طب دكتور لو بنحكي عن إيش هي أفضل طريقة للحفاظ على الأسنان من بعد عملية الزراعة؟ من بعد يعني من بعد ما تتم عملية الزراعة طبعا عملية الزراعة تبدأ يعني بعد الجراحة ووضع الجذر الصناعي يعني في البداية يجب على المريض أن يحافظ على الجرح يعني لا يأكل عملية الجراحة لا يأكل الأشياء الساخنة يبتعد عن النشاط البدني الرياضة ومراسط الرياضة ليبتعد لفترة وشلسة؟ لا يومين لفترة صغيرة ويلتزم بالعلاج الوقائي من أجل الاتهابات ثم تأتي يعني العناية بعد التركيب بعد أربع شهور بعد ما يلتسق هذا الجذر الصناعي يلتسق ويلتحم مع عظم الفك تأتي يعني مرحلة التركيب مرحلة تركيب السن وممكن يعني يكون السن يعني التاج ممكن يعني يكون عدة أنواع له في بورسلين في زركون يعني في أكثر من نوع يكون حتى ممكن نخلطه في عملية التجميل في تجميل الأسنان يعني إذا كان شخص يعني معوض للسن أمامي ويريد أن يضع السن الزركون يمكن تعويضه بالسن الزركون يعني هناك تصنيفات للأسنان التي يمكن أن نضعها فوق الزرع تأتي أيضا بعد أن يتم بعد أن يتم تركيب هذا السن عملية الحفاظ عليه في التنظيف في التنظيف يعني في فرشات الأسنان التركيز على اللثة في دائر هذا الكراون اللي حطيناه وأيضا الحفاظ على نسبة اللعب يجب أن تكون دائما بالفم نسبة عالية جدا لتنظيف الفم أيضا طيب دكتور أحمد نحن معانا في فوكس بوب لزميلنا حضر وزميلنا أحمد الكلاني نزل على الشارع وسأل للناس هل بفضلوا كيف يعوضوا أسنانهم هل بزراعة الأسنان أو بالتركيب المتحرك أو الجسور فش رائك نشوفه مع بعض ونرجع نحكي أو ناخد رأيك في الموضوع فضلوا جسور بزراعة الأسنان لو أنك لو فقدت على المواضع إذا تتعوض هذا الشارع أفضل طريقة جد لهم بركبه سن بداله أنا مفضل الزراعة لأنه دائم بشكل أكثر ممكن أفضل ومن ناحية صحية أفضل لأنه كونه من سن واحد يعني أنه يلابسوا تلبيس عن طبيب أهمان وخلص انتهى الموضوع ما في دائم يلحطك الجسر كامل وجه زيهك أو تقويم أنا ممكن في أكثر من طريقة ممكن اللي هي التلبيس لأسنان عند طباء الأسنان هذي شيء يعني موجود ومنتشر خير بتفضلها يوس أكيد لا تلبيس طبعا تلبيس يقول الجسر بركب تلبيب ليه لو كنودي الأوكل عليه وبطول يعني المدة بتطول يعني والألم يخف يعني بكون لو في ألم يعني بروح بروح حطبيب يركب لسن بداله مشان منظر يضل جميل تلبيس يعني تلبيس عام ليش طيّل مشان نحافظ ظني أوكل كويس وابتسامتي حلوة وقدام الناس منظري جميل بدئيا ما بعرف ما بفكر في موضوع بس ممكن عمل زراعة ليه مش عارف بحس أن أحسن شي بحسن ما بسمع يعني من دكاترة الأسنان إنه أحسن شي الزراعة لو فقدت سن إيش أفضل طريقة بتركيب واحد بداله هلأ الجسر شغله عشان ممكن إنه شكل الأسنان حسن ما كانوا إنه يعوض علشان يعني الواحد عشان أكل هيكي يعني ما كان فراغ بكانه تلبيس تلبيس ليش تلبيس؟ يعني الأفضل الأحسن طريقة أسن طريقة أسن أحسن لأنه الزراعة يكون صعب وإلو تأثيراته شو رأيك دكتور باللي نحكى على أراؤهم؟ يعني في أراء يعني كانت جميلة وفي أراء كانت يعني هنقول فيها تخوف من عملية الزراعة فيها تخوف من عملية الزراعة وفيها يعني عدم دراية بأهمية الزراعة بزبط وممكن عدم دراية أيضا بهل فعلا هي زي ما بقوله مضمونة في واحد بقولك أنا مضمونة ممكن ما تكونش مضمونة مزبوط؟ طبعا هو يعني لا شك الآن أصبحت زراعة مضمونة مئة بين مئة حتى لو لم يكن هناك عظم في عظم الفك يعني كافي في عمليات متطورة في إضافة عظم وتطعيم عظم يعني تأصبحت أكثر نجاحا من السابق وإنت فعلا بتقول هي مية بالمية ناشحة زراعة طبعا متى ما وضعت بالعظم بعد أربع شهور بنفتع عليها بنلاقيها يعني الحمد لله بتكون ماسكة بالعظم وتبقى خلص للأبد بتروح للأبد الآن لو بنا نيجي في ناس يعني يحكوا عن موضوع الجسور الجسور أنت يعني إذا كان فقد لسن معين لا شك أنه حتى نعوض أنه نشبكوا مع السن المجاور من هون أو من هنا أو من ناحا هذه أو من ناحا هذه فهذا يعرض السن هذا للضعف وممكن بالمستقبل كمان نخسر السن هذا أو السن هذا بعدين يعني راح تكون فيه خسارة لكافة الأسنان كمان أنه يعني الجسور تعرض يعني خلنا نقول البقايا الأكل ممكن أن تلتسق بالتهاب الليثة يجب أن المريض يجب أن يحافظ على الليثة في الجسور أكثر من الطبيعي بينما بالزراعة بينما بالزراعة أقل أقل يعني أنه لا يكون هناك التساق لبقايا الأكل على معدن التيتانيوم خصوصا إذا كان المعدن المتصل زركون أو تيتانيوم بالسن لا يكون هناك التساق بقايا الطعام على هذا التعويض طيب دكتور هل في أشخاص ممكن يعملوا عملية الزراعة وما ينجح يعني مين هم الأشخاص اللي مضمون نجاح عملية الزراعة لألهم يعني الشخص يجب أن يتمتع بلاياقة جسدية وصحية كاملة العمر طبعا من بيلة 18 لحتى 75 سنة يعني ممكن أن نزرع يعني من عمره 18 لحتى 75 الأشخاص اللي يعني ممكن ما ينجحش معهم هم المدخنين بكثرة ممكن ما ينجح معهم الزراعة أو غير يعني الناس اللي ما بضبط السكر عندهم من نسبة السكر أو الذين لا يحافظون على نظافة الفم أو الذين حتى طبيعة الأكل عندهم طبيعة قاسية يعني ما أنه طبعا الأسنان وجدت هي للمضغ بشكل بطيء بغض النظرة سواء كانت زراعة أو تركيب أو تعويض أو أسنان طبيعية هي للمضغ بشكل بطيء وهادي على أسنان وتوزع يعني توزيع عملية المضغ على كل الأسنان طبيعة الأكل إذا كانت قاسية وفي زوايا وفي احتكاك وفي يعني زوايا معينة على الزرع ممكن أن تؤثر على الزرع أو على التعويض طيب شو ارتباط دكتور التهاب اللثة برائحة الفم وتأثيره على زراعة الأسنان أو الناس اللي عملوا زراعة أسنان التهاب اللثة ورائحة الفم شو الارتباط بينهم وشو تأثيره على الناس اللي اللي زارعين جديد زراعوا أسنان أو اللي عملوا زراعة أسنان خلينا نقول هو طبعا التي هي أساس كل شيء ويجب الحفاظ عليها بشكل دائم وبشكل مستمر من ناحية طريقة التنظيف واستخدام المضامط والعناية عليها والعناية بها من الأصل من طبيعة الغذاء والغذاء المتوازن والشرب بعض العصار بتمين سيم مثلا يقول اللثة فتأتي اللثة في المرحلة الأولى في الحفاظ على الأسنان سواء كانت طبيعية أو أسنان تعويضية زراعة أو تركيب فاللثة هي أساس كل شيء الآن لها علاقة لا شك في رائحة الفم يعني لا شك أنه عندما يكون هناك التهاب باللثة فهناك رائحة لا شك في الفم طبعا تأتي هذه الرائحة من بعد التهاب اللثة يكون هناك تورم في اللثة ولو خفيف تفتح جيوب اللثة يدخل الطعام في هذه الأماكن يتحجز يتعفن يحتجز هناك يتعفن ثم يصعب تنظيفه فيشكل هذه الرائحة الآن يعني طريقة التنظيف طريقة التنظيف المثلاء ما هي كنت أسألك عنها شو طريقة التنظيف لخصوصي للزارعين أسنان خلنا نقول الطريقة التنظيف المثلاء هي أن يشعر الإنسان بأن شعيرات الفرشاد تدخل باللثة بالدرجة الأولى مش التركيز على الأسنان إنه بدنا نبيض الأسنان ونشعر لهم بالتنظيف ونركز عليهم بالفرشاد يعني زي ما نحن شايفين هلأ دكتور هون قدامنا على الشاشة يعني هون هلأ شوف شعارات الفرشاد تدخل باللثة بالبداية يعني على زاوية 45 من الفك العلوي باتجاه شعيرات للأسفل من الداخل كذلك الفك السفلي الفرشاد على زاوية 45 يجب على المريض أن يحس أنها دخلت في اللثة بالبداية زي أي صورة هون عم تحكي أنت عن الصورة يمكن التانية العشوال الصورة اللي تحت تادي من الأمام جاي هي بتنظيف تكون هيك مش زاوية 45 الصورة هذه على السطحة اللي تباقي الصورة اللي فوق هذي شايفيتها زاوية 45 داخلة شعارات الفرشاد باللثة باللثة صحيح هو مافيش صورة ثانية نفس الشي بتكون بس خارجية يعني بدأتكون هيك زاوية 45 على الأسنان خين احنا عم نشوف كمان صورة ثانية هون هذي فيها أسنان من التاح هذي فيها فيها هذي اللي تحت تديك شايف تجاه الفرشاد بعدين تحرك إلى الأعلى هذيك كمان نفس الشي استخدام الفرشاد إذا كان فيه هناك نزف أثناء عملية تنظيف إذا كان فيه نزف طبعا ببداية سيشعر لا شك المريض أن هناك نزف في اللثة إذا بدأ في هذه الطريقة إذا لم يكن يعني يتعامل مع هذه الطريقة يعني ما كانش متعود ينظف ما كان متعود لا شك أنه رح يصير فيه نزف صحيح في الدم وكذا يعني يتمضمط ويعيد الكرة مرة أخرى يضع معجون السنان مرة ثانية ويفرش مرة ثانية بنفس الطريقة حتى يشعر أن شعيرات الفرشاد دخلت دخلت بين اللثة من جوة من جميع الجهات يعني ما يخاف أنه إذا صار فيه دم ما فيه مشكلة لا لا يتمضمط مرة يتمضمط خلص طب دكتور شو في نصيحة هيك أخيرة بتحب تقدمها للناس ليحافظوا على أسنانهم سواء كانوا يعني مش عاملين عملية زراعة أسنان أو كانوا عملوا عملية زراعة أسنان زراعة أسنان يعني لا شك هناك عدة يعني أشياء للحفاظ على الأسنان والأسنان كما تعرف يعني مرتبطة بالصحة بشكل عام يعني هي جزء من الصحة فالحفاظ عليها يأتي من الحفاظ على الصحة بشكل عام فلو ركزنا يعني على منطقة الفم هناك عدة طرق للحفاظ على تبدأ طبعا من اللثة والأسنان ولكذا لكن اللثة كما أسلفت أنه لازم يكون فيه تنظيف بشكل سليم الأكل والمشروبات لازم تكون مختارة يعني بشكل برضو يعني مفيد من الفيتامينات من الأكل الذي يحتوي على الفيتامينات فيتامينات سي فيتامينات البي البي كومبليكس الطيامين الأشياء هذي كلها مفيدة للأثير طبعا الأهم من هذا كله الأهم من هذا كله هو موضوع اللعاب اللعاب الموجود بالفم يعني نظفنا أول مرة ثاني مرة ثالث مرة لكن فيه إشي ربنا خلقه موجود يعني اللي هو اللعاب حتى لو ما فيش طرق للتنظيف ما فيه فرشاي ما فيه كذا ما فيه معجون ما فيه شي ربنا خلق اللعاب الموجود بالفم هو في مواد سبحان الله للقتل البكتيريا سبحان الله في إنزايمات لقتل البكتيريا فيه تعقيم اللي ترطيب الفم وسطح اللسان للمساعدة على الكلام حتى أنه يرطب يعني هذا اللعاب إذا كان هناك جفاف واستخدمنا كل أنواع التنظيف فإننا مش راح نستفيد أبدا من أي شيء يعني راح تكون الفائدة آنية مش فائدة على طول حتى نستفيد يعني بشكل أكبر باستخدام هذه المواد من فرشاة من تنظيف من أكل صحي من كذا علينا يعني بالعناية بموضوع اللعاب والتركيز على موضوع اللعاب وهو يعني أتوقع إذا كان الإنسان يعني بيشرب ماء كتير بالسوائل وكذا فيركز على اللعاب بشرب السوائل والماء بشكل أساسي الماء يعني تكوينة اللعاب هي الماء أصلا وفيها إنزيمات وفيها هوربونات وفيها يعني تؤثر أيضا عندما تدخل تؤثر على وتسهل عملية الهضب بدي أشتكر وجودك معنا دكتور أحمد لمهيدات أخصائي طب وجراحة وزراعة الأسنان بدي أشكرك على المعلومات القيم اللي قدمت بي إياها اللي سلمك شكرا كثير لإننا الله سلمك شكرا شكرا شكرا